توصل فصيل جيش الإسلام أحد أكبر فصائل المعارضة في المغوطة الشرقية الاتفاق مع روسيا يسمح بإجراء الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحا من مدينة دومة إلى الشمال السورية بحسب ما أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان وأضاف المصدر أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الجانبين بالنسبة لمصير المقاتلين وسلاحهم في آخر معقل للمعارضة بريف دمشق بعد أن أعلن جيش النظام سيطرته على كامل مدن وبلدات الغوطة بريف دمشق باستثناء دومة وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية سنة إن الدفعة الأخيرة من مقاتلي المعارضة والمدنيين خرجت من بلدات جوبر وزملكة وعين ترما في الغوطة إلى إدلب وتقول مصادر من المعارضة إن جيش الإسلام يسعى لاتفاق يتيح بقاء عنصره في المدينة وإدارتها بشكل ذاتي بينما يهدد جيش النظام باقتحامها إذا لم يخرج منها المقاتلون في المتابعة ينضم إلينا من الغوطة الشرقية لدمشق يوسف البساني ودير وكالة دمسكي الإعلامية بداية يوسف تفاصيل أكثر عن هذا الاتفاق الذي أدى إلى إخراج الحالات الإنسانية من دومة وأيضا ما محل التعقيد في المفاوضات الجارية بشأن خروج المقاتلين مقاتل جيش الإسلام من دومة نعم سيدتي السلام عليكم ورحمة الله حيكم ورحمة الله جميع المشاهدين طبعا الاتفاق الذي جرى البارحة بعد جولة البارحة بخصوص المفاوضات لأجل صياغة اتفاق شامل لمدينة دومة للحلف لمدينة دومة تم الاتفاق على نقطة هي بخصوص تأمين خروج الحالات الإنسانية للشمال السوري ربما لمنطقة جيرابلوس أو مناطق درع الفرات لأجل تلقيهم العلاج في تلك المناطق لا يوجد إلى الآن اتفاق شامل صراحة نقطة الخلاف هي أن جيش الإسلام يريد أو بالأحرى نقطة الخلاف أن جيش الإسلام والمدنيين لا يريدون التهجير روسيا تريد التهجير وتريد إعادة مدينة دومة إلى سلطة نظام الأسد والإيرانيين هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية هم اتفقوا على عدة نقاط ولكن عندما يتم الحديث عن أن السلطة لمن هم يريدون سلطة لنظام الأسد والإيرانيين يوسف يعني هل مع وجود هذا الخلاف والتعقيد بشأن المفاوضات هل المؤشرات على الأرض تدل بأن هناك تحضير لعملية عسكرية كبرى ربما قد يقوم بها النظام السوري وروسيا من أجل الضغط أكثر على جيش الإسلام خلال المفاوضات الجارية نعم سيدتي صراحة لا يعني لا يمكن استبعاد أي أمر يعني ما يجري اليوم لا يمكن استبعاد أي أمر يعني كل الخيارات مفتوحة إن كان تصعيد عسكري هجم عسكرية قصف يعني النظام الأسد لا يوجد عنده مشكلة بأي خيار يعني حتى روسيا ولا حتى استخدام الكيماوي يعني خياراتهم مفتوحة كاملا تأكيد نرجو السلامة لأهلنا المدنيين في مدومة يوجد نحو 150 ألف بالحد الأدنى من المدنيين مصيرهم مجهول تخلى عنهم الجميع وتركهم لمصيرهم أمام القوى المفرطة والجبروت الروسي والطائفية الإيرانية وشبه حتى الأسد أشكرك جزيلا شكر على هذه المشاركة معنا مدير وكالة دمسك الإعلامية تحدثنا من الغوطة الشرقية لدماشق يوسف البساني